إن بعض أهل الفرق يقولون إن هناك معنا قائما بنفسه وإنما ما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام هو مخلوق خلقه عز وجل فعبر عنه ونقول لقد أعمى الله بصائركم فإن الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله ولم يقل شكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله حتى أودى ببعضهم إلى أن يقولوا بأن ما سمعه موسى هو كلام خلقه الله عز وجل بالشجرة فالشجرة هي المتكللة نقول سبحان الله هل يمكن أن تقول الشجرة يا موسى إني أنا الله رب العالمين لا يمكن وإذا أنكر عز وجل على من زعم أن هذا القرآن هو قول البشر وتوعد عليه بسقر فكيف يكونوا كلام الله عز وجل في مخلوق ترجمة نانسي قنقر